على فكرة التغاضي ده من أكتر الحاجات اللي بتساعد الناس هل هي احتضان وتوفير بيئة أمنة طبقا يعني وهي تتمادة؟ لا أقول لك الحقيقة اللي احنا شفناها إن التغاضي بيجعل الإنسان لا يتمادة اللي بيجعل الإنسان يتمادة هو أن أنت تقفل على الوحدة ويحس إنه هو ما بيبقى مراقب ويحاول يثبت لك إنه هو صح ويحاول يقول لك إن الكلام اللي أنت قلته ده مصصح ولذلك عشان ما توصلش الإنسان للاستبياع زي ما بيقوله حاول تتغاضي تتجاوز عن الأشياء اللي ممكن يتجاوز عنها والأشياء اللي مش ممكن يتجاوز عنها اطلب إن انت تتناقش عنها تتناقش فيها بطريقة لطيفة إحنا في حاجة محتاجين نتكلم عنها لإن في الحقيقة ممكن تخلينا لو تعملنا معها بطريقة أحسن ممكن تخلينا حياتنا تكون أسعد إيه بقى الحاجاتي كذا 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 إنت بقدمت إن أنتوا عايزين تتناولوها بطريقة تخليكم أسعد آه ده الحاجة اللي إنت ما ينفعش تتجاوز عنها وعلى فكرة أقول لكم سر كده من غرف الإرشاد الزواجي الساخنة 3-4 الحاجات اللي إحنا بنوقف عندها ما كانتش محتاجة إن إحنا نوقف عندها 10% فقط من اللي إحنا بنوقف عنده 10% يعني 90% من الحاجات اللي إحنا بنوقف عندها مش محتاجة نوقف عندها عشان كده واللي بنركب عليها حاجات تانية أنا وقفت عندها عشان يحس بي طيب ما أخليه حس بيها بغير من أقف وأعمل كده عشان كده في علاقة الزوج عشان نكون حسين بالراحة ما أحسش إن أنا عايش مع جلاد واللي بيحصل في حياتنا الزوجية إن نكون في حياتنا الزوجية ككالة دين أو قضاء ده مش هيخلينا نحس أبدا بإن إحنا في أمان وعشان كده لازم نبتعد عن كمان إن يكون عندنا نوع من أنواع العقاب عشان نبقى بنقدمين متزنين وما يكترش فينا التربص فلازم والتربص على فكرة ممكن يوصلنا للانتقام وعشان كده ما ينفعش إن إحنا عاش فيه تاسع حاجة لازم يبقى فيه مكافأة لازم يبقى فيه تشجيع وهدايا واحتفال ومفاجئات على الأشياء الجيدة اللي بيعملها شريك الحياة فلما تكافئ شريك حياتك على إنه عملك بطريقة حسنة بتعزز فيه إن اللي عمله ده يفضل سلوك عنده ويتشجع إنه يستمر ويحس إنه هو متقدر ومتشاف فلما تلاقي لما تلاقي جوزك قالك يا حبيبتي تسلم إيدك تقول له وإنت اللي بتخليني أطلع أحلى حاجة فيه يا سلام هيقولك تسلم إيدك كل مرة لإنه هو حصل له مكافأة لإنه قال كلمة حلوة وهي لما ببساطة خالص هي لما تعمل لك حاجة حلوة تشكرها وتقول لها على فكرة أنا حاسس إن أنت مقدراني وأنا شكر لك على تأديرك ده فتقدرك تاني وتالت ورابع كل ما تكافئ بعض على الحاجات الحلوة اللي بتعملوها وإزايك فيه قاعدة كده كل ما تكافئ شريك حياتك على حاجة حلوة بيعملها إيه اللي حاصل تتحول الحاجة دي إلى عادة عنده ولازم تعيشها طول الوقت معها وإزايك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يمدح السيدة عائشة بما تفعله معه وشوفه مدحول السيدة خديجة لإن هي عاشت معها بهذا المعنى آخر حاجة وليتخلينا بيئة الاحتضان تقوم بدورها الحقيقي إن نحن نوفر جوه من المرح والبهجة بشكل عام ما بين الزوجين كل ما كان فيه مرح وبهجة ما بين الزوجين كل ما ده بيساعد على إني ننضج بشكل صحيح والله ما شفت حاجة تخلي الإنسان ينضج قد للبسمة قد السعادة قد الفرح وشوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسابق السيدة عائشة وكمان بيخليها تتفرج على اللعب الأحباش عشان ده بيساعد على النضج كل ما تبتهجوا كل ما تفرحوا كل ما تعيشوا مع بعض وإنتوا أعدادكم مع بعض مبهجة مليانة فرح مليانة ابتسام كل ما ننضج أكتر وكل ما حياتنا تكون أمتل يا سادة أنا قدمت لكم خطوات عشان تقدروا تعيشوا بيها في هذه المهارة العجيبة مهارة الاحتضان محتاجين نعمل بيئة كده تخلي الواحد فينا يطلع إبداعاته يطلع أجمل ما فيه لما يحس إنه هو في محضن آمن وفي ملاز آمن وفي مكان يسمح له إنه هو يطلع إبداعاته وتقدر فين يحصل فيفضل كل ما يبدع يحس بإنه هو بيسعد ويسعد